خدت قرار بالحجاب قراجي ازاي انك انت تعتزي دي وتتحجي دي هو كان جي في لحظة يعني مش لحظة هي وليد التفكير كتير طبعا لكن اللحظة اللي جت عم سبب وفاة اخويا يعني زي ما تقول كنت مرتبط طبيعي اوي الاخ اللي هو اكبر مني كان بسنتين بس صديقي يعني نقعد في البلكون نتكلم مع بعض نشرب كباية شاي مش افققية بيننا صداقة وكان هو عايش في فريس ولما يجي بقى اجازة اجري في الشارع عبقى مش بصدق نفسي ان انا شفته تاني في بيننا قربي يعني في اخوات بيبقوا قريبين من بعض قوي بس انا يعني حجاب ما جاش فجأة عشان ممدوح توفى هي كتير بأخواتهم بتوفوا بيمطلهم حد عزيزة اليوم لكن انا وانا في المسرح كنت جاهزة يعني انا عمري ما حضرت الدرس دين ولا قريت ايات عن الحجاب ولا حاجات من دي لكن احساسي ان هي بالفترة كده انه انا لازم اعمل كده فبتديت اشتري هدوم كل ما اشتريها بدل ما يبقى نص كده قول لأ خليب عندي الموديل مثلا بيتباع كده كده قول لأ خليبكم عشان لما تحجب امتى معرفش خش في المسرح اقفل عليها الاودة صلي يعني صلي العيشة واطلع بعدين اخويا يتكلم معايا يقول لي نفسي بقى نفسي انت ربين اهديك يقول له انت هديني ايه وانا مجنونة بصدت محترمة والناس بيحبوني وكنت ساعتها معيدة في الاكاديمية الفنون وعمل دراسات عليا وحاجات كده عشان ماجستير فانا انا يعني ناس بتحترمني واستاذة في الجامعة يعني فانا عملت ايه غلط يقول لي لأ نفسي بقى تبقي كده تزيدي شوية بتاع تلايه وتلبسي حجاب بقى وربين اهديك طب تعالى اتفرج عن المسرح لأ ما اتفرجش عن المسرح كده يعني وكان متشدد شوية لكن كل ما يكلمني احس بحاجة جميلة اجيب سيرتر الحبيب عليه السلام موريدة ربنا قاعد كده يعني اقول له يا ريت ادعيلي مثل انا لأ ما انا بحب شغلي ما قدرش اسيبه ابدا مسكة فيه وفي الدنيا كده يعني لما هو حصل وتوفى من غير مقدمات خالص انا اتهزيت يعني كان لسه معايا وخلاص بقى هيبقى تحت الارض يعني عادت ليه في حوليه نفسي الليلة دي اللي هي كان يعني جاي فيها في الطيارة وهيضفن تاني يوم ففجأة انا خدت القرار خلاص قلت لو انا يعني لازم احسبها حاجة عشان ربنا يعني لو خرجته من حزبتي هيبقى بازة الحزبة لازم يبقى خلاص انا عامل كده عشان خاطر ربنا وعشان يعني يوم ما ادفن زي ما مدوح ابقى يعني عملت حساب اخرتي لازم ابقى جاهزة هو كان جايزة مكنش جاهزة فلازم ابقى جاهزة لقاء ربي واخدت القرار يميها وقلت العيلتي اقرب الناس لي يعني كنا قاعدين طبعا كلنا مع بعض عشان تاني يوم مين اعترض؟ خالص ده كله فرح لان انا كنت الوحيدة في العيلة لسه ما تحجدتش يعني كله فرح جدا جدا واخوي صغير مهر واخويتي لا لا الحمد الله الحمد الله والحد النهاردة وانا حبال حد النهاردة زي اول يوم قرار الحجاب هل كان مرتبط بالاعتزال؟ اه هو انا ربطته بتصرع يعني ربطته على طول رحت خفت ان انا لو كملت الاعمال اللي انا فتحانا كنت فتحة في مسلسلين وفيلم والمسرحية هترجع بعد الاجازة كنا في اجازة مسرح كتعيد او حاجة كده اجازة يعني اسبوعين 3 مش فاكر استاذ عصام يقول لي اهدي بس كده ويعدي الحزن وترجعي عصام امام اقول له لا 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 يمكن فانا ربطته بان انا هي لحظة لو انا رجعت فيها ممكن يروح مني الاحساس الحلو ده اللي انا حسيت انها ومضة كده جات او نور كده جالي من عند ربنا سبحانا تعالى فتح يعني اشرح صدرين انا عايزة اشوف ربنا عمرني بايه ورسولي عمرني بايه واعمل فرجعت بقى العربونة العربين اللي كنت وغداها في الشغل والسيناريوهات اللي كنت عندي وخلاص قلت اتعلم قعدت سنتين مفيش شغل خالص احفظ في القرآن تجويد اشوف كده فقه النساء فيه كل ما اتعلم الاقي نفسي كنت جاهلة جداً في حاجات اجهلها من فقه النساء وحاجات جميلة حلوة عبادات ورقائق وحاجات جميلة فبتديت اتعلم بس مشددش على نفسي يعني لذلك اول حاجة عملتها غنيت القدس هترجع لنا وما كلمني هشام عباس وقاللي تغني وطوله اه طبعا انا لما قريت عرفت انه مفيش حاجة اسمها مفيش عورة في صوت النسائلة لما تخضع يعني الواحدة تخضع بالقول تتدلع في كلامها لكن ممكن تشتري وتبقى قاضية وتبقى محامية وتبقى انت غنيتية بمناسبة طفات الشهيد محمد الضرة بالزبط كده مظبوط كلمة الدكتور مدحة العدل اه طبعا مظبوط حافظ كل حاجة من غير ورق ولا حاجة حافظ موسيقى سلم بسلم وحرب بحرب شرع الله والدين وازاي نار تحرق في القلب ونفضل كده سكين يا رب لمه الصف كفايا وقره صلاحك ديه عمره مبرت مرة حقه وده كان اقوى سلاح هنا بنقل أرضنا عرضنا دمنا أمنا وإنما الملايين مننا القدسة هترجع لنا وكان ظهورك حتى مفاجئة للناس قبل مرجع مسل بالحجاب يعني رجعت غنيت ده كانت بعد مرور سنتين من احتزالك الفن بالكامل تقول السنتين دول بقى الشيطان ملايبش بقى مالكيش مثلا يا منا حجابي أبدا خالص طبعا فيه شياطين الانس حوالي كتير يعني ايه ده ليه كده وليه عملتي في نفسك كده وبتاع بس لما بيلاقوا انت هي التثبيت يعني من الله سبحانه وتعالى طبعا ومن العلم كمان والصحبة صحبة الحلوة اللي بتعين عالطاعة انت لازم يبقى ليك معين عالطاعة صديق كده كل ما الإيمان يعني كمين بقى معين بالنسبة ليه صديقه اسمها إلهام نديم أصغر مني في السن بس كانت على اتصال بي عطلت سمعلي في الكرآن في التليفون يلا تعالي سمعي كل يوم الحجة فتحية اللي كنت بقعد أحفظ الكرآن معاها للاسف ما كملتش بس خدت قطعت شوت كبير فبقيت وبقى رفقه السنة كتير هل كان فيه دعاء أو حد من الدعاء كنت بتحبي تسمعينه في الفترة دي؟ بس أنا كنت بسمع بقى بعد وفات أخوية كل الناس مين الأسافيك؟ كنت بسمع الشيخ ياسين رشدي رحمة الله عليه بسمع الشيخ عمر عبد الكافي طبعا أنا بسمع كل الناس بس ما بتشدتش يعني أخد الحاجة اللي تناسب حياتي عندي أولاد وبخرج وبتحرك وبروح مدرسة لا يعني باخد الحاجات الحلوة الرقائق الحلوة الشدة لا ما نفعتش معايا لا أنا ضربت دماغي في الحيطة ولا شدت على نفسي لا بالعكس سنتين وكنت بقى عرض علي بقى مونة وأخوتها إن أنا بقى مزيعة وبقدم برنامج ديني في أقرأ رحت اتعلمت بقى في معا الدعاء يعني عشان أعرف بقى الحكاية صحة وفي فرق ومذاهب وفي تفسير وفي قرآن ومواد كتير يعني خدت فكرة عن كل حاجة تاريخ أسيرة تاريخ الإسلامي حاجة كتير قوي تعلمتها ودي اللي خلتني ما بقاش شديدة على نفسي بدأتي مش هو المونة بعدين بدأتي ترجعي التمثيل تاني جالك إيه بعد الرجوع بعد ما قررت إنك إنت ترجعي وهل رجوعك بالشكل الجديد أثر في نوعية الأدوار أو نوعية الموضوعات أو حجم البطولة اللي كان ممكن يجيليك قبل الحجاب أكيد طبعا أكيد ومش زعلانة خالص يعني رادية أنا رادية وسعيدة يا ده الحمد لله بيجيلي شغل بالحجاب يعني وأعمل يعني أعيش أيامك بطولة مع أستاذ نور مع تقصمت البطولة مع عبلة طبعا كامل وجميلة ومتخفوش البطولة النسائية برضو فيه والمسلسلة بقى فيه ديني وفيه مش ديني مثلا إمام محمد عبد ومحمد عبد العزيز النساء ابن ماجه كلها بطولات نسائية كلها